اذا كانت ظاهرة الغيبة ظاهرة عامة فالسؤال عن علة الغيبة وسبب الغيبة أيضا يكون سؤالا عاما هذا السؤال ما يختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لماذا غاب عيسى بن مريم؟ السؤال نفس يريد السؤال عام وليس سؤالا خاصا لماذا غاب الإمام المهدي؟ عجل الله تعالى فرجه هناك عدة إجابات في الحياة في دائرة التكوين وفي دائرة التشريع هناك النقاط غموض وهذه النقاط الغموض إما لا تحتمل عقلية البشر فهمها وإما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النقاط نقاط الغموض لحكم من الحكم في دائرة التكوين هناك نقاط غموض وحقيقة إذا واحد يلاحظ هذه النقاط بعيدا عن نظرية الحكمة المجهولة لعله يبتلى بحالة من الإحباط والنكوس والارتداد في عالم التكوين في عالم التكوين هناك النقاط غموض لعله نقلت لكم قديما رجل قال ذهبت إلى أوروبا فرأيت أمرأة هناك كانت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وتقول لو كان الله موجودا لما قامت الحرب العالمية الثانية يبدو اكتوت بنيران الحرب العالمية الثانية احنا أحيانا نعيش مشكلات محيرة في حياتنا البشر يعيش مشكلات محيرة لماذا حدث هذا الشيء؟ إما حدث يتعلق بحياتنا الشخصية أو حدث يتعلق بالبشرية ككل هذه النقاط غموض في الإطار التكويني وهناك النقاط غموض وإبهام في الإطار التشريعي كم مثال مئات الأمثل على ذلك احنا كيف نواجه نقاط الغموض بهذه النظرية نظرية الحكمة المجهولة نظرية الحكمة المجهولة ترتبط ارتباطا عضويا بمستوى الإيمان يعني كلما مستوى الإيمان يكون أعلى الإيمان بالحكمة المجهولة يكون أقوى نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى إيمان يقين إيمان قطع وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى الرحيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى ودود ودود شنون لفظة حلوة أنا ابتليت بمشكلة في حياتي مشكلة مدمر الله ليعرف شنون يبتلي الفرد في نقطة مدمرة من حياته كل واحد الله يبتلي بشكل ليش يا الله القضية محلولة أنت آمنت بالله أنت تؤمن بأن الله حكيم أنت تؤمن بأن الله ودود أنت تؤمن بأن الله رحيم أنت تؤمن بأنه ما قدر الله للمؤمن شيئا إلا هو خير له قطعا هذا فيها مصلحة حلة المشكلة نعم إذا واحد إيمان ما عنده يجب أن يعود إلى الجذور إذا واحد شاف عند الشك يجب أن يعود إلى إيمانه وإلى هذه الجذور لا بأس أن ننقل لكم هذه القضية لعل مضمونها هالشكل العام حفظه الله يقول عندما جاءت الموجة الشيوعية في العراق موج قبل يمكن خمسة واربعين عام تقريبا يقول قلت لوالدي ماذا نبحث مع الشباب لأن احنا عندنا هيئات شبابية فقال والدي ابحثوا معهم حول أصول الدين هذا هو أي شيء آخر لا تبحثون وياه أنت لا تبحث معه لماذا خاتم الذهب حرام لأن هذه الأسئلة تبدأ ولا تنتهي أنت حليت هاي المشكلة لماذا خاتم الذهب محرام لأنه خاتم الذهب فيه إشعاعات مثلا تؤثر على الكريات الحمر أو البيض في الرجال ولا تؤثر في النساء سؤال ثاني لماذا صلاة الصبح ركعتان ليش مركعة واحدة ليش مثلث ركعت لماذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مو ثمانية أشواط ولا ستة أشواط واحد يقول أنا يعجبني أن أصلي صلاة الصبح اليوم أنا عندي خلق وعندي توجه إلى الله سبحانه اليوم يعجبني أن أصلي صلاة الصبح أربع ركعات ليش ما يمكن هذه الأسئلة التي تتعلق بالفروع تبدأ ولا تنتهي فإنتم متوصلون إلى نتيجة إن تثبت القاعدة القاعدة الله النبي الإمام المعات إذا الشاب حلت قضية العقيدة عنده بعد كل القضايا محلولة هذا مو فقط في الدين موجود حتى في الحياة موجود أنتو عندما آمنتوا بأن هذا الطبيب حاذق فاهم رحيم ودود أي شيء يقول تعملون بك التعليمات التي يقولها الأطباء لنا كثير منها من فهمها وكثير منها لا يمكن أن نفهمها يعني الطبيب ما يتمكن أن يفهمنا مثل ما عالم من علماء الأصول لا يمكنه أن يفهم المعنى الحرفي لبقال على رأس المحل إفهام المعنى الحرفي لهذا البقال مو ممكن ولكن عندما آمنت بالطبيب تخضع لكل تعليمات ليش الطبيب هكذا قال الحكمة المجهولة من خبير ودود عليم حكيم حلة المشكلة هناك حكمة كامنة وراء الغيبة لا نعلمها ولا يشترط أن نعلمها هل تظهر لنا هذه الحكمة في يوم من الأيام؟ ربما تظهر لنا في عهد الظهور إذا واحد شكك في هذا يجب أن يشكك في إيمانه يجب أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة هل يؤمن بالله؟ هل يؤمن بالنبوة؟ هل يؤمن بالإمامة؟ هل يؤمن بالإمامة المنتظر؟ إذا انتهينا من هذه المرحلة فجميع الفروع محلولة هذه النظرية الأولى أكو هناك تعليق مختصر على هذه النظرية وهذا التعليق إننا نحاول محاولة ولو عندنا إيمان ولكن نحاول أن نحول الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة ولو في بعض أبعادها أكو هناك كتاب لطيف علل الشرائع كانوا يأتون إلى أهل البيت صلوات الله عليهم ويطرحون عليهم أسئلة تتناول الدين وأحكام الدين وفروع الدين هذا ليس يتنافى مع الإيمان هذا ليس سؤال منكر السؤال تارة يكون سؤال منكر لا أنا أقبل ولكن أحاول أن أفهم لا أحاول أن أؤمن لا الإيمان موجود أحاول أن أفهم بعد الإيمان فإذن هذه الإجابة إجابة صحيحة وتامة ولكن نحن نحاول أن نحول هذه الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة نبحث هل هناك طريق لاستكشاف بعض الحكم وراء هذه الغيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا